اشتركوا في القناة كل جديد راح يقدموه لنا استثناء فيلم بلاك ويدو طبعا اللي مااني عارف هو في احد مزعلهم يعني يوم انهم يقدموه زي كذا يا الله بلاك ويدو كانت تستاهل اكتر ياغ وعلى الرغم من انه مسلسل واندا وفالكون وجند الشتاء كانوا مجرد مسلسلات تكميلية لما بعد احداث اند جيم الا ان مسلسل لوكي تميز عنهم بمحتوى وقصة جدا ثقيلة وتفاصيل مرعبة وصدمات كبيرة مسلسل لوكي يا جماعة ببساطة فتح لعالم مارفل السينمائي بوابات كثيرة وافاق جديدة وكشف لنا الكثير والكثير من الاشياء اللي حرفيا كنا محتاجين نعرفها كل ما احنا نتفرج اعمال مارفل من 2008 شفنا كائنات فضائية شفنا ناس عندهم قوى خالقة شفنا ناس عندهم قوى يتحكموا في الطبيعة شفنا سحرة شفنا مشعودين شفنا فضائين شفنا عوالم شفنا كواكب شفنا اسغارد شفنا كل شي شفنا في عالم مارفل بل وشفنا ناس تتحكم بالزمن وتوقعنا انهم القوى العظمى واقصد دكتور سترينج وحجر الزمن والشلة هذولي ولكن مسلسل لوكي كشف لنا انهم مجرد نقطة في بحر كبير جدا وطلع في من هو اقوى ومن هو اجدر ومن هو اكثر سلطة منهم على عالم مارفل او عفوا خلينا نقول على عوالم مارفل الموازية والكثيرة حمازة يعني تخيلوا ان الاحجار اللانهائية والانفينيتي ستوني اللي كان يجمعها ثانوس اللي كنا نتوقع انها هي اقوى شي في هذا العالم طلعت مجرد زينة تتعلق في جدران التي بي اي ايش هذا؟ والله امدري الناس تتعلق هناك الناس تلعب فيها ما لها اي قيمة هنا وكل شخص مهما كانت قوة ومهما كانت مهاراته ومجرد ما يدخل التي في اي يصير مجرد nothing وهذا الخبر او هذه المعلومة بحد ذاتها صدمت عيشتي وانا متأكد انها صدمت عيشتكم اذا احجارا لا نهائية واللي ثانوس كان يدمر فيها امم واكوى يا عمي ثانوس محى نص نص كده نص نص البشرية مش البشرية نص مجرات نص اللي في المجرات ذي شها لهم وخلا نص بالاحجار ذي الحجار ذي اللي مسوية زحمة ومرة معضلة طلعت ولا شي فيه تيفي اي ايش امة تيفي اي القوية هذه وايش حكايته يا عمي لوكي لوكي اللي عنده هوس في السلطة وهوس في الاستيلاء على العالم والعرش ويبغى الناس ينحنوا له اول ما وصل التيفي اي تغير صار شخص جديد اختلف معادي عرفناه كذا التيفي اي او القوة العظمة هذه الجديدة اللي اللي تحكم التيفي اي غيرت لوكي فما باعلك فيني انا وانتر عاف الله لوكي من بداية عالم مارفل السنمائي وهو يسعى وراء العرش يبغى يتربى على العرش يبغى يقتل ابو يبغى يقتل ثور يبغى يصير ملك يبغى يحكم باي شكل من الاشكال يتغير حبتين يلين شويتين يصير لطيف بعدين يرجع شرير يزبط شوية في النهاية لوكي قذر وخايم لانه هذا موجود في دمه هي شايفين الهوس هذا اللي عند لوكي من بداية اعمال مارفل كان برضه موجود عند لوكي البنت او سيلفي نفس الهوس نفس الرغبة الشديدة في تحقيق الهدف والغاية الاسماء ولكن سيلفي عاشت حياة مختلفة لوكي عاش مع اودين ومع ثور مع امه مع الناس راح وجاء اكل وشرب تربى وحارب وقاتل عاش حياة كاملة وصار يتطلع للسلطة ويبغي يصير ملك باي شكل من الاشكال لكن سيلفي بالرغم من انها لوكي للأسف ما حالفها الحظ وما عاشت هذه الحياة الحلوة ابدا او هذه الحياة المليئة بالمغامرات والاكشن والخيانات والمصائف ببساطة لانه تي في اي اختطفوها من يوم كانت صغيرة ومن هذه اللحظة وسيلفي هاربوا وتتخبى من تي في اي في نهاية العوالم او يعني في الكوارث اللي تكون في نهاية الخطوط الزمني لوكي يا جماعة وصل لمرحلة كويسة من السلام الداخلي خلينا نقول هذا ان كان فيه سلام داخلي ولكنه اختلف تغير هذه ما فيها كلام لما اكتشف ان الملك والعرش والسلطة ما هي الا مضيعة وقت وشيء ما له نصيب فيه نهائيا بعدما اكتشف ان العالم اللي فيه والكون بكله مجرد خط زمني ضمن خطوط زمنية كثيرة لا نهاية لها وانه فيه غير لوكي اللي عرفناه الف لوكي ولوكي بل انه فيه تمساح لوكي كمان من قوة الفزقة فيه تمساح لوكي فهذه الحاجات الكثيرة والصدمات اللي جلس يا كلها لوكي على راسه من بداية المسلسل خلت لوكي يوصل الى خاتمة انه what's the point ليش ليش يصير ملك ليش ليش خراس كده فوضى الحياة صارت في عيونه فحرفيا يعني لوكي معاد صار يعني اهدافه القديمة حق السلطة وحق العرش وحق سوف اصبحه ملكا تخلى عنها صارت شيء معادله لزمة ولكن سيلفي على العكس تماما اوكي عندها نفس عقلية لوكي وعندها نفس رغبة واصراره في تحقيق اهدافه ولكن هدف سيلفي مختلف تماما هنا على العكس لوكي اللي عاش حياة طويلة وما اكتشف التيفي ايه اللي دوبه متأخر بعد ما صار عمره مدري كم سنة سيلفي كانت تعرف التيفي ايه من يوم كانت ادي كده وعارفة انهم هم السبب في الفوضى اللي حصلت لها من يوم كانت صغيرة من يوم اختطفوها من بيت امه وابوها علشان كده كل المعلومات اللي اكتشفها لوكي وصدمته وغيرته بالنسبة لسيلفي هي معلومات قديمة جدا ولا قيمة لها يعني اصلا ومستحيل هذه المعلومات او هذه الصدمات اللي صدمت لوكي تغير اي شي داخل نفسية سيلفي مستحيل برضو انه تخليها تغير رأيها في الانتقام من التيفي ايه او بمن كان السبب في معاناتها عندي هدف لازم احققه طوز في الباقي اللي ما شاء الهمي وانا طفلة مرح اشي الهم وانا كبيرة لو كان على حساب الاكوان كل هذي تخش في بعضها طوز ما يهم وبالفعل ظهر الفرق بين لوكي وسيلفي في نهاية الحلقة السادسة لما لوكي كان يحاول يقنعها تتخلى عن هدفها وانتقامها سيلفي قالت له فيما معناه يعني انا وانت متشابهين صح بس اهدافنا مختلفة انا وانت عيشنا حيوات مختلفة يمكن انا وانت كلنا لوكي بس انت غير انا غير وبوم شاتته ونقلته الى عالم موازف تي في ايه ومباشرة بعدها طعنت كانغ وانهت حياته وحققت هدفها او الشي اللي كانت تسعة له وفي نفس الوقت سيلفي حررت جميع النسخ كانغ اللي من شأنها انها تخلق فوضى عارمة في كل العوالم والاكوان الموازية والخطوط الزمنية اويا كان اسمها كانغ يا جماعة هنا وظيفته كانت انه يحمي الخطوط الزمنية او الاكوان المتوازية ويخليهم كده ايش عايشين في استقرار وثبات ونبات من دون مشاكل كل واحد عايش في زمانه كل واحد عايش ضمن الخط المقدر له خلاص هذا اللي يهم في يوم من الايام هو كان عالم وانسان طبيعي وقدر بطريقة ما انه يفتح او يوصل لقدرة او معلومة انها تخليه يفتح بوابة الى العوالم الموازية فراحوا قابل نسخة ثانية منه والنسخة الثانية هذه قابلت وجلسوا يتبادلوا العلوم والمعرفة من بعضهم البعض وكان يتوقع انه او انا قابلت نسخة مني وساعدنا بعض في خلق اشياء وفي تطوير اشياء بس انه برضو كان عرف وقتها انه فتح بوابات الجحيم على العوالم او على الخطوط الزمنية الموازية وخلاها تتخبط على بعضها البعض بعد ما كانت في سلام واستقرار وصارت حروب وصارت مشاكل كثيرة لما جات نسخة كانغ الثانية من الاكوان او من الخطوط الزمنية المختلفة المشكلة مش هنا المشكلة انه بعض نسخة كانغ اوكي كانوا ناس طبيعين اما علماء او ناس ضعيفين او دلوخ او سبايك بس النسخة الثانية من كانغ كان فيه منهم غزاه ومجرمين وقتله ويمكن ابطال خارقين فيه نسخة كثيرة من كانغ تحررت حاليا بعد ما سيلفيا سوت الحركة هذه او بعد ما قتلت كانغ فيه نسخة كثيرة من كانغ تحررت وراح تسبب فوضى عارمة في هذا العالم او في هذه العوالم المتوازية يعني لو بنلخص موضوع كانغ خلينا نقول انه كانغ كان السبب في الفوضى العارمة اللي حصلت ما بين الخطوط الزمنية وبعد ما شاف المصيبة اللي سواها رجع وصلحها وصار هو المسؤول عن حمايتها حلو الكلام حلو الكلام وصار حريص اشد الحرص على انه هذه اللخبط اللي صارت في البوابات الزمنية زمان بسببه او في هذه العوالم المتوازية ما رح تصير مرة ثانية وكل شخص ينحرف عن عالم او عن خطه الزمني اما ياخذه ويرميه في مزبلة التاريخ او هذاك المكان اللي فيه لوكي والف لوكي ولوكي وفيه تمساح لوكي وفيه ثور ضفدع يرميه هناك او انه ياخذه ويمسح ذاكرته ويوظفه في التيفي اي ويخليه يحرص على سلامة الخطوط الزمنية اوكي حاجة حلوة انك تشوف نسخة منك من عالم موازي وتسولف معها ولكن برضو خطر كبير جدا انك تخلي الاكوان مفتوحة على بعضها البعض وتخلي النسخ اللي تشبهك واللي ما تشبهك تخش في بعض وتقوم حوسم الله باعليم فكانغ ضحه بحيوات بشر كثير وضحه بناس كثير وغير اشياء كثير فقط علشان يحافظ على توازن وسلامة الخطوط الزمنية المتوازية اوكي حيوان مش حيوان بس خلاص عمل اللي المفروض كان يتعامل علشان يصحح خطأه ويترك كل شيء في استقرار سيلفي بعد ما قتلت كانغ يفترض انها تسببت في فتح العوالم الموازية على بعضها البعض مثل ما قلنا ورح نشوف نسخ لا نهائية من كانغ ومن شخصيات ثانية برضو والاحداث هذه رح تستكمل ورح تتضح اكثر في فيلم سبايدر مان القادم وفيلم دكتور ستريج القادم وبرضو في الموسم الثاني من لوكي اللي ما حد داري متى بيكون ولكن غالبا بيكون بعد كل الافلام اللي بنشوفها رح نشوف نسخ متعددة من كانغ وربما نسخ متعددة من ايرون مان وكابتن امريكا وثور وهولك الله اعلم ايش بيصير بس احب اقول لكم انه العوالم المتوازية مدام انفتحت هذه البوابة مدام مارفل اتطرقت للموضوع هذا اعرفوا اننا بنشوف اشياء غريبة وعجيبة كثير في المستقبل للمانا يا جماعة بقدر ما توقعت انه عالم مارفل قد يقل يعني انتاجيته قد يصير شيء اقل جودة من اللي تعودنا عليهم في العشر سنوات الماضية الا انه مارفل جالسة تثبت للعكس تماما مسلسل لوكي يا جماعة مسلسل جدا جدا عمل ضخم عمل ضخم كمسلسل لما تجي تشوف مسلسل بهذا الضخامة ترى ما تحصل كثير اوكي مسلسل واندا حلو كشف لنا الكثير مسلسل فالكون وجند الشتاء برضو كويس ما هو بطال بس مسلسل لوكي يا جماعة لا 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 يا بويا ايش المسلسل ذا شيء مخيف المعلومة دي ما حابة تصرح فيها بس صراحة يعني انا كنت خايف كنت خايف انه مارفل خلاص يبدو ايش يحوس الدنيا بس لا بعد لوكي عرفت انه فيه الحماس صار فوق فوق قصة متماسكة وربط واضح والدقيق بين المسلسل وبين باقي اعمال مارفل السينمائي موسيقى تصويرية ومؤثرات بصرية من اروع ما يكون لوكي واداءه الجميل والتطور اللي حصل لشخصيته كان شيء يفوق الوصف يا جماعة وبرضه سيلفي او لوكي البنت كانت اضافة جدا رائعة للمسلسل والنجمة الصوفية قدمت الدور على اكمل وجهه كانت اختيار جدا موفق ما ادري هل راح نشوفها في اعمال مارفل وهل راح تكون شخصية اساسية واللي راح ترتبط فقط بالمسلسل ولكن الاكيد انه راح نشوفها مستقبلا لا محالة مستحيل انه ينتهي دورها في الطعن هذه ومعاد نشوفها لا حنشوفها ولكن غالبا راح تكون مرتبطة بالمسلسل اكثر من عالم مارفل السينمائي يمكن عتب الوحيد فقط في المسلسل هو تصميم التيفي اي يعني الملابس والديكوريشن ليس كده انك داخل شركة اتصالات من عالم موازي بس يا ابو يا هذا المكان مسؤول عن سلامة الخطوط الزمنية في عالم مارفل توقع تشوف شيء كده بطريقة مختلفة ما ادري ما اعرف بس ما توقع تشوف شيء ذي البساطة ويعني لكن تظل ملاحظة بسيطة وقابلة للتجاوز يا عديها يا وجيه عديها الان الحدث القادم راح يكون في فيلم سبايدر مان القادم ومثل ما قلت لكم انه ذحين الاكوان المتوازية او الخطوط الزمنية صارت مفتوحة على بعضها ففي احتمالية كبيرة جدا وبنسبة جدا عالية اننا نشوف توبي مكواير كسبايدر مان مرة ثانية واندرو غارفيلد برضو كسبايدر مان مرة ثانية بجوار سبايدر مان الجديد الولد اللطيف توم هولند وغالبا راح نشوف معركة ما بين نسخ كانج المتعددة مع نسخ سبايدر مان المتعددة تخيلوا يطلع فيها اكثر من ثلاثة سبايدر مان يجيبوا سبايدر مانات ثانية ويعالمين الشخصيات كمان الثانية اللي ممكن نشوفها في فيلم سبايدر مان بالاضافة لدكتور سترينج اتوقع انهم قالوا رسميا انه راح يظهر في الفيلم انا متحمس وانت متحمس انا عارف وصدقوني صدقوني يا جماعة عندي ايمان وثقة عالية جدا في مارفل ان الحماس هذا ما راح يكون على الفاضي ابدا وراح نشوف العجب والعجاب ونستمتع بقدر المتعة اللي عشناها في افلام مارفل السابقة وربما اكثر شاركوني في التعليقات اراءكم حول مسلسل لوكي وايش توقعاتكم لعالم مارفل السينمائي بعد ما صار الحدث الضخم هذا اللي هو الاكوان الموازية والعوالم المتعددة والخطوئية لعم الحماس تمسك نفسك يا وجيه ريحنا بدري على الحماس بدري على الحماس باقي باقي كتير اوكي يا جماعة الى هنا نكون صرنا لهاية الفيديو كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم